يقول بالنسبة للزكاة ممكن أنني أشترك في مثلا إفطار صائم و شيء من هذا الباب يعني أعطي زكاة تمالي أخوي حميد بارك الله فيك أولا بالنسبة للزكاة فريضة فريضة و ركم من أركان الإسلام والله جل وعلا بيّن من تعطى الزكاة بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية الأمر الثاني بالنسبة لإفطار الصائم لا يلزم أن يكون الصائم فقيرا أو مسكينا ولذلك الآن مثلا الجمعيات الخيرية لتضع الخيام هي ما تقول لا يأتي إلا الفقراء ما تعلن يقول والله ما يفطر إلا الفقير فقد يأتي الغني قد يأتي متوسط الحال قد يأتي نضعها ضابط من لا يستحق الزكاة فكيف الآن أنا أجعل أعطي زكاة مالي لمن لا يستحق أخذها المسألة الثالثة جماهير أهل العلم على أن الزكاة ما تحول زكاة المال النقد يعني ما تحول إلى أعيان هذا قول جماهير أهل العلم فكيف تحولها إلى طعام لا الزكاة يملك فيها الفقير قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء قالوا الله من التمليك ولذلك هذه الأوجه التي ذكرتها تمنع الإنسان من أن يعطي زكاة ماله لأجل إفطار الصائم ولكن إفطار الصائم يكون من الصدقات يكون من التبرعات يكون من الوقف نعم أما أن يعطي من الزكاة لا ترجمة نانسي قنقر